هذا اتفاق مهم كبير أولا المأساسة الحوار الاجتماعي كما نادى بها صاحب جل الله اليوم كان نزلوها الميدان واتفقنا بأنه كان واحد اتفاق ديال المأساسة الحوار اللي غدي يكون فيه لجان جهوية إقليمية محلية وكذلك وطنية وغدي كل هذا الحوار ماشي مرة في السنة بلعدة مرات في السنة إن شاء الله وهذا شيء غدي خلينا نقربه أكثر من المشاكل الشغيلة والقول الحلب في أحسن الضغف كانت كذلك مناسبة باش يكون واحد الاتفاق على الزيادة ديال الأجور يعني في القطاع الخاص وكذلك وحد العدد ديال الزيادات اللي كانوا في القطاع العام ونحاولوا نعلجوا خصوصا واحد بعض الإشكاليات والمعضلات اللي كانوا متخلفين في هذه السنوات الماضية في القطاع العام اللي لقنا لهم الحل باش نصلحوا يعني نصلحوا بعض الأمو يعني غيبا 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 لزيجيستيس اللي كانوا فهدي يعني أولا تشي كله دخل في واحد النطاق مع النقبة اللي لهم الشكر أنه دخلنا في واحد المرحلة جديدة ديال الثقة وديالعمل وديالسميتو وإحنا قدمنا مازال الريفوم ديال يعني إصلاح ديال التقاعد قدمنا عن وحد العدد الإصلاحات قدمنا كذلك هذو كل التكس ديال القوانين كلهم اللي بقي مع طلين هادشي كله غادي مشيوا يد في اليد مع النقبات باش نشاء الله للقاو شي حاجة اللي هي كتولم الجميع وهادشي في ضل الشغيلة لأن الشغيلة كان أعتبرها مركز من يعني أركيزة من كائز الأساسية ديال الدولة ديال الاجتماعية وخصوصا حافظوا عليها خصوصا فهذه الضغف اللي هي صعبة اللي كتعافو ديال يعني الاقتصاد العالمي اللي هو يعني مقصح والتباعيات دياله ديال الأتمان وديالهدا فهدي كذلك نجاح اللي كنتمنع الله أنه غادي يزيد بنا باش نعودو نزيدو في تحسين الوضعية ديال الشغيلة ديالنا